كخلايا النحل التي لا تهدأ انتشرت لجان وزارة الزراعة في الحقول المتضررة من سيول لحصر المساحات والعمل على علاج الزراعات القائمة احنا طبعا بتوجهات طبعا الوزارة عملنا فرق عمل لكل الإدارات الزراعية تحت الشرف السادة مدير الإدارات الزراعية عملنا حصر لكل المساحات الأديرت انا دورنا كزراعة ان انا اقول ايه واحد انا هعمل ايه عشان اتغلب على المشكلة نعمل حصر وتحديد للكميات الضرر او نسبة الضرر الواقع هذا وقد اجرت وزارة الزراعة اعمال تطوير واسعة لتنقية المصارف والعمل على توسيعها لشفط المياه من الحقول بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري احنا بالنسبة لنا دلوقتي بدأنا مع هندسات الري بدأوا يرفعوا كفاءة مكينات الرافع وبدأت الكركات تنزل تفتح وتفتح مخرات المصارف ومبايا بدأت تنزل الوقتي وعلى الرغب من شكواهم الحقيقية الا انهم لم ينكروا جهود الحكومة ووزارة الزراعة في التخفيف عن اضرارهم اه فيه ناس هنا برجات بصوا والاسدزة برضو تفضلوا مشكرين جم بصوا برضو هنا على المنطقة هنا وعينه والله فيه ناس من الجمعية جاد بصت كده من على السكة يعتبروا شافوا الارض من على السكة هنا عيمة طبعا معرفوش انزلوا طبعا السكة عيمة بسوا عرفوا هنا المنطقة عيمة بحالها وبيلفوا على الرغم من كونها قضاءا وقدرا الا ان قرار القيادة السياسية بمنح المتضرر الفي جنيه عن الفدان جاء ليربط على كتفيه لكن يبقى السؤال مطروحا هل يترى تستطيع اجهزة الدولة تجنيب اصحاب الضمائر الخريبة والصائدين في الظلماء عيد حواش التلفزيون المصري